السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكون في نهار جديد وجولة جديدة من منطقة سيركي جي عن بدو جولتنا في اتجاه منطقة سلطان أحمد باش نتعرفوا على الفنادق اللي موجودة فيها بالنسبة لمنطقة سيركي جي كتتعتبر من أهم الأماكن السياحية في اسطنبول عملنا فيها جولات اللي كثيرة آخر جولة كانت على الفنادق اللي متواجدة فيها أنا أخلي لكم الفيديوهات في صندوق ووصف وفي الأعلى إذا بغيتوا ترجعوا لهم واليوم جولتنا في اتجاه سلطان أحمد واللي كتعتبر القبلة الأولى للسياح في اسطنبول هذه المنطقة اللي كتضم أهم الأماكن التاريخية والسياحية واللي كتعتبر وجهة مهمة للإقامات الفندقية للسياح فاليوم هنتعرفوا على بعض الفنادق اللي متواجدين في منطقة سلطان أحمد فقبل ما نبدأ جولتنا لأول مرة كيشاهد القناة لا تنسوا شي تشاركوا وتفعلوا زي الجرس باش يوصلكم كل جديد ولكل مشتركين خليوا لايك وتعليق على هات الفيديو باش يوصلك أكبر عدد من الناس ونبدأوا على بركة سيلة انطلقنا بالترام من سيركيجي في اتجاه منطقات سلطان أحمد هات الصور هادة اللي كتشوفوه هنا هادة دي الحديقة الجلهانة واحدة من أجمل حدائق اللي موجودة في مدينة اسطنبول وفي آخر الحديقة كينا اطلالها على البوسفور بالنسبة لأحسن فترة ممكن تزوروا في هذه الحديقة وهو فصل الربيع كتكون فيها أزهر الطوليب بألوان اللي رائعة هاد درب اللي حداه مباشرة كيخرجكم على قصر طوبكابي ودرب اللي فيه مناظ اللي زوينا كيجو بزاف السيح كياخدوا فيها صور اللي كتكون رائعة بالنسبة للمسافة بين منطقة سلطان أحمد وسيركيجي مسافة اللي قصيرة ممكن تمشيوها غير لرجلكم والطريق كلها محالة تجارية مطاعم كفيهات وكينا المحالة اللي كيبيعوا الكسيسوارات الهدايا التذكارية أشياء كثيرة كاتباء على طولها التريق وكينا كذلك احتى الوكالات السيحية لكي نظموا جوالات سواء داخل إسطنبول أو خارج إسطنبول بالنسبة لمنطقة سلطان أحمد سبقها اللي عملت لكم فيها جوالات كثيرة تخلي لكم فيديوات كذلك في صندوق الوصف وآخر فيديو كنا عملنا فيها على الفنادق اللي متواجدين في منطقة سلطان أحمد خلف المسجد الأزرق فاليوم هنشوفو في الجهة المقابلة الجهة اللي إحدى سهرج البازيلي كنتشوفو الفنادق اللي متواجدين تم الأجواء كما كتشوفو شتوية بانتياز فالجو في إسطنبول متقلي بالصباح كتصبح شساف وستنهار كتصخلوا الشمس بالنسبة هات الصف اللي كتشوفو هدو الناس اللي كيسنوا باشي دخلوا المسجد أياسوفيا بالنسبة للمزارات الدينية كيكون عليها واحد الإقبال كبير احنا حالياً 8 صباح ومع ذلك كينا صف اللي طويل فلهذا إذا كنتوا بغيين تزوروا سواء المسجد الأزرق أو أياسوفيا أو قصر طبكابي حاولوا تخرجوا بكري باش تستفدوا من نهار ديالكم ما يضع لكم شي وقت طويل في النصيدار بالنسبة الفنادق اللي عملنا عليهم جولة سابقة كانوا في الشمال ديالنا يعني في الجهة اللي كينا فيها المسجد الأزرق اليوم هنشوفو الفنادق اللي كينا في اليمين ديال المحطة ديال للسلطن أحمد هدية المحطة فهنشوفو الفنادق اللي من جهة الأخرى في كيناء سهرج البازيلك فهنبدو الجولة ديالنا أول الفندق معنا من الفنادق المهمة في منطقة سلطن أحمد ها الفندق اللي كي تعتبر من أحسن فنادق اللي موجودة في هذه المنطقة فندق خمس نجوم ولي هو فندق في سو بريم بالنسبة لهذا الفندق عنده موقع اللي ممتاز ومتميز في منطقة سلطن أحمد جاء في الشارع اللي فيه سهريج البازيلي قبلته مباشرة كينا مسجد اللي صغير وهذا هو أشكل الفندق من الداخل فندق خمس نجوم بالنسبة لتقييم ده الفندق على بوكينغ هو 8.9 عنده إطلالة رائعة على مسجد آيا صوفيا الغرف للفندق واسعة جميع الغرف دياله اللي كبيرة ووسعة الخدمة في الفندق متميزة الإطلالة للغرف كملا كتكون على مسجد آيا صوفيا أو على الشارع الرئيسي بالنسبة للإفطار الفندق إفطار اللي ممتاز الفندق عنده مقهى في الخارج اللي كي وفار جلاسات اللي رائعة كتكون فيها احتصارات ليلية هدية الإطلالة على آيا صوفيا الفندق تعتبر من أحسن فنادق اللي موجودة في منطقة سلطان أحمد بالنسبة المتوسط الأسعار فهذا الفندق هو 200 دولار الأسعار كتختلف من فترة لفترة فلهذا دائما نعطيه السعر اللي تقريبي فكان هذا هو أول فندق معنا في منطقة سلطان أحمد هنتعرفه على باقي الفنادق اللي موجودين هنا بالنسبة لمنطقة كيما كتشوفه منطقة اللي زوينا فيها عدد كبير ديال الفنادق وعدد كبير ديال المطاعم الكافيهات كيما كتشوفه هالبيوت اللي ملوانة هنا كتعطيه المكان الجمالية كينا مسجد اللي قريب كذلك وهنتعرفه على ثاني فندق من الفنادق المميزة في منطقة سلطان أحمد واللي هو أنتوسا ديزايو هوتيل هاد الفندق تصنيف دياله ربعة نجوم والتقييم دياله على بوكينغ هو التقييم اللي جد ممتاز بالنسبة للغرف دياله واسعة ومريحة نظفت الفندق ممتازة الخدمات دياله كذلك جد ممتازة بالنسبة للفندق من الفنادق الجيدة والتقييم دياله عالي جدا فلهذا من الفنادق اللي كي تنصح بها في منطقة سلطان أحمد الأسعار تكون مرتفعة نوعا ما يعني مشي الطبقة الاقتصادية فلهذا سعر الغرفة هات القواه فهذا الفندق غرفة نائية عام 190 دولار ممكن يكون أقل على حسب الفترة اللي كتحجزوا فيها الفندق عنده حمام سوركي وصبا وكيوفر إطلالة رائعة على مجهد آيا صوفيا هذا هو هذه هي صلد الإفطار والإفطار دياله ممتاز ومتنوع غني بعدة وجابات إطلالة كما كتشوفوا رائعة ومن الفنادق المهمة في منطقة سلطان أحمد المنطقة هنا هي منطقة السياحية بانتياز قريبة من أماكن الجذب السياحي المهمة في منطقة سلطان أحمد منطقة السياحية وتاريخية مهمة كيكون عليها إقبال كبير منع السياح من جميع الجنسيات فأنتعرفوا إلى ثالث فندق واللي هو فندق جلال سلطان من الفنادق المميزة كذلك في منطقة سلطان أحمد فندق أربع نجوم تقييم دياله على بوكينغ تقييم لي ممتاز كذلك واللي هو 8 فصلة سعود الغرف الفندق وسعة أموري حاكي ما كتشوفوا بالنسبة لأغلب الغرف هنا كتكون وسعة على عكس الغرف اللي كناشنا في الجهة السابقة من خلف المسجد الأزرق فالفنادق تم في الغالب كتكون الغرف ديالهم ديقة هنا العكس بأن يعني فنادق اللي مصنافة وكتكون فخمال خدمة دياله ممتازة الفندق عنده إطلالة كذلك على مجد آية صوفية إطلالة اللي رائعة بالنسبة للمتوسط الأسعار فهذا الفندق هو 200 دولار للغرفة تنائية فبالنسبة للأسعار هنا أسعار اللي سياحية بمتياز بالنسبة للأسعار الاقتصادية شاركت معكم في الفيديو الخاص بفنادق سلطان أحمد في الجهة الثانية الأطيل اللي ممتاز جدا تقيم دياله ممتاز الخدمة دياله رائعة وكذلك الإفطار دياله متميز بالنسبة للفنادق دي أربع وخمس نجوم خصوصا في هذه المنطقة فكتكون الخدمة ديالهم جدا ممتازة فلهذا كتكون الأسعار مرتفعة وحتى الغرف كما الشغرف اللي واسعة لإفطار متنوع فلذلك بالنسبة للناس اللي كيقلبوا على فنادق اقتصادية كنصحكم تشوفوا الفيديو السابق هاتلقوا فيه فنادق للأسعار ديالهم أرخص من هنا كما ذكرت لكم هنا منطقة اللي سياحية بمتاز وحتى الأسعار دياله كتكون سياحية كين عدة محالات تجارية هنا كين هاد المحل هادا اللي كيصوروك باللبس تركي أو بالبباغاء فكي يخذو لك صور اللي كتكون دكرة هنا بالنسبة الرابع فندق معنا واللي هو أردين سيتي فندق أربع نجوم الفنادق الجيدة كذلك في منطقة سلطان أحمد تقييم دياله على بوكينغ وهو 8.6 هذه هي الواجهة الخارجية ديالفندق فنادق اللي مميزة بالنسبة للغرف ديالفندق واسعة ومريحة جدا بالنسبة لتقييم ديالفنادق كي تعمد على مجموعة من العواميل من بينها الراحة القيمة مقابل المال النظافة المرافق الوي فاي وطاقم العمال فهالشي كامل كي يعطي مجموعة من النقاط اللي عليها كيتم تقييم ديالفندق فكي ما قلت لكم تقييم ديالفندق هو 8.6 تقييم اللي جيد جدا فمن الفنادق المريحة في منطقة سلطان أحمد بالنسبة لسعر الغرفة في هذا الفندق هو 140 دولار للليلة الواحدة غرفة مزدواجة المميز في هذا الفندق أن الغرف ديالو كتختلف من ناحية تصميم من غرفة الغرفة كي بلكم الاغتلاف في الآتاز وفي الديكور بالنسبة لإفطار الفندق إفطار اللي متنوع وغني ومتميز كذلك كي توفى الفندق على إطلالات متميزة على مجهد آيا صوفيا فكان هذا هو فندق أردين سيتي من الفنادق المميزة في منطقة سلطان أحمد وأن تعرفوا على آخر فندق معنا في هذا الفيديو واللي هو أوطيل فلورينا فندق فلورينا من فنادق أربع نجوم في منطقة سلطان أحمد تقييم هذا الفندق ممتاز جدان واللي هو 8.6 فندق اللي متميز نظفة فيه ممتازة الخدمات ديالو كذلك جيدة الغرف ديالو المساحة ديالا لا بأس بها ماشي في نفس الفخامات الفنادق السابقة ولكن فندق من الفنادق الجيدة في منطقة سلطان أحمد السعر غرفة مزدواجة في هذا الفندق هو 90 دولار يعني أقل من الفنادق السابقة فندق اللي جيد وأغلب تعليقات عليه اللي جيدة لإفطار ديالو متنوع فكان هذا هو آخر فندق معنا في هذا الفيديو كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وتعرفتوا أكثر على الفنادق اللي موجودة في منطقة سلطان أحمد وكيما ذكرت لكم في البداية بالنسبة لهذا الفنادق الأسعار ديالا السياحية إذا بغيتوا فنادق للأسعار ديالا الاقتصادية شاركتا معكم في الفيديو السابق الخاص بالفنادق اللي موجودة في منطقة سلطان أحمد أو حتى في منطقة سيركي جي أو في منطقة لاليلي فنخليكم فيديوه في صندوق الوصف إذا بغيتوا ترجعو لهم وكانت هدية الجولة ديالنا لهذا اليوم ننطلقى إن شاء الله في جولة قادمة استودعكم والله ترجمة نانسي قنقر